اهلا بكم فيديو جديد والتوقعات العقصية لموليد برج الدلو ان شاء الله توقعات هتكون بشكل عام لكل فئات الجرج متزوجين عزيبين من الفصلين اه وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر اه كمان ممكن تكون عقصية كل حد يبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه اه هنقول هبدأ معكم القراءة لموليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول واهلا وسهلا بيكم الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على سفر او انت مسافر او انت اه متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية اه يعني او عندك حيرة او انت مع شخص اه عنده علاقة تانية وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت بس مرحلة اختيار في الوقت الحالي كمان شايفات ممكن تكون مدي ظهرك العلاقة اه ثلاثية وفيه اختيار محدد انت اختارته يعني اه يعني انت في الوقت الحالي اه في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار اه شايفة فيه عندك ستاقة بتاعتك انت بالفعل فيه اه تم اختيار وانت في مرحلة فيها اه بداية جديدة اه او انت اه نستني انت ما فيه شخص مجازب ليه جدا ونستني ممكن الشخص ده يكون من برج ناري او برج هوائي او ترابي بقضو اه فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معي انتصار وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن اه علاقة قدرية او اه اه يعني فيه اه فيه تجازب قوي جدا بينك وبين اه بين الطرف التاني انا شايفة انت المداش اه مش عايز اقول حب يعني مش شايفة فيها تفكير فيها حيرة فيها انجذاب شخص معين فيها اه رغبة في تحقيق اه اه توادن وتحقيق اه مصر بتوجودك من الشخص ده وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جاي لك او فيه عطاء قوي جاي لك اه في الفترة اللي جاية سواء يخص الان دي طاقة عامة سواء يخص علاقتك بالشخص ده او اه يخص حياتك بشكل عيني بور جدا اه بالنسبة للطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك اه انا شايفة الشريك اه يعني اه ليه يعني فيه عرض عنده ليك عرض جدي الشخص ده عايز معك استقرار لو انتو موجودين مع بعض فشخص ده عايز معك استقرار وعايز معك اه علاقة طويلة المدى يعني اه لو انتو منفصلين فالشخص ده عايز يجيلك بعرض جدي وعرض فيه عرض حقيقي يعني اه فيه استقرار اه هو متردد في الوقت الحالي ممكن يكون متخوف من الشيء ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو آآ مستني آآ يرتب خطوات يعني مستني يعمل خطوات آآ وده هو شايف ان هو هياخد من وقت لكن ما ينفعش آآ ياخد خطوة غير لما آآ يعمل الحاجة دي لان هو عايز العرض يقدمه يكون عرض حقيقي آآ بشكل كبير آآ كتير من نقعة تكونه في علاقة ثلاثية آآ وفي مرحلة اختيار لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي آآ لو انت آآ آآ شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت والعلاقة الثلاثية دي آآ انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي انا شايف هذا آآ بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده عنده مشاعر حب يجيب كوية جدا وفي طريقه لانه هو يزيل عواقق موجودة في العلاقة وعاوز يبدأ معيك جداية بديدة يا برج البلو ففيه اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت عمنتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون فيه انتصار ليه ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق يحقق توازن في حياتك عموها فدي الطاقة بتاعتها كين ده والطاقة بتاعتها الابراج واو الطاقات اللي موجودة في القراءة انا شايفها برج الاسد الجوزاء العقرب الحبل الجوزاء تاني الميزان العزراء برج الضور الحوت القوس دي الابراج اللي موجودة الطاقات موجودة كل الطاقات طيب نروح للمشاعر الشخص ده مشاعره في الوقت الحالي الشخص ده ممكن يكون تعبين في الوقت الحالي ممكن يكون مريض ده ممكن يكون عنده مشاكل وبيعاني كمان للمشاكل من الماضي كمان ممكن يكون فيه عنده حاجة تعبية يعني ممكن يكون هو مريض في الوقت الحالي مرض عضوي او جسدي وكمان ممكن يكون متقلم نفسيا بشكل ده كمان عنده افكار كتير او الشخص ده بتتعبه بالذات في الليل يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالذات في الليل تخص الماضي تخص علاقته بيك تخص الطفولة بتاعته ممكن تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان يعني كان حصله ازامات كتير كان ممكن حد كمان بيعامله معاملة سيئة والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي المعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره اا كتير بيفتكر كده اا عنده شاسه في عنده عدم توازن في الوقت الحالي اا محتور بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني او بينك وبين حاجة تانية او عنده مشكلة في الامور في الوقت الحالي يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بأذنة ميلية او عنده مشاكل في الشغل يعني ممكن يكون في الشغل بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او مايرجعش او بينك وبين طرف تاني كل حد طبعا عارف الحالة بتاعته لو انت عارف ان هو معندوش طرف تاني يبقى معندوش طرف تاني انا مش بقول مش جاي عرفك هو عنده او معندوش انا بقولك حالة الشخص وانت عارفت لان القراءة هنا عامة فانا مقدرش اجدم بان فيه او مفيش فكل حد بياخد بالشكل المناسب بياخد مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر حب مشاعر بيشوفك انت الام سواء انت راجل او ستة بيسماني فعندو مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه انت شخص عندك حنان بيه عندك يعني عطاء كمان فهو بيحس معيك احاسيس قويه جدا ممكن لو انت ستة بيسماني فممكن انت بالنسبة للشخص ده ام ولاده انت مصدر عطاء خير بركة وفرة عنده مشاعر قويه وحاسيس قويسة قوي تجاهك لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من برجة داله فالشخص ده بيشوف انك انت شخص اللي بتقدر تحتويه انت شخص اللي حنان عليه او بامان بتمامينة احسست مجود الامن كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه زير مشروط او مش معلق بشيء معين اا كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حبه قويه جدا من جذاب ليك بشكل كبير يا برجة داله سواء على المستوى العاطفي او الجافة دي كمان اا ده بالنسبة لمشاعره تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة اا شايفة في تفكيره او افكاره تجاهك سين جذاب قويه جدا اا الشخص ده ممكن يكون احيانا بيبقى متعصب متعور ممكن العلاقة فيها قنقف كتير يعني اا بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده اا ممكن يكون شخص اا شوية متعور في صرفاته ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني احنا قولنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اا شيء تاني يعني ممكن انا اكون برج ناري وطاقتي في وقت الحالي مائية يعني عندي المشاعر ولومانسية وحساسة زيادة عن اللذوم طاقتي مائية رغم ان انا برج ناري مثلا فهي دي الطاقة وهو ده البرج لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج فهو طاقته اا نارية اا اا او افكاره اا اا شخص ده قلبه موجوع قويه حاسبه ايه هو حاس ما هو جعلك قلبك او انتم فيه بينكم شكل متكرره او في حاجة تخص طرف ثلاث طرف ثالث احنا اا طرف ثالث افكار افكار مش خويسة اا اا او طرف ثالث يكونش شريك عاطفي ثالا كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده اا اا يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي هي يعني مش مشاكل متكررة مختلفة لا نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة كل مرة مش بيتغير فهو ممكن حس ان هو وضع قلبك بتصارفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده قذا مرة او العكس هو قلبه ما هو منك بسبب حاجة انت عملتها قذا مرة اا بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره عن ان هو يديه لك حقوقك لو هو اللي حاسس الياية او لو هو اللي زلقتك او لو هو اللي مصلوم منك فهو بيبحث في كل الاحوال اا طاقة فيها بحث بممكن الشخص ده يكون شخص روحاني اا ممكن يكون شخص اا تفكيره اا في الوقت الحالي اا ممكن يكون اا اا منعزل لو انت بتشت في علاقة صل jeden 보여�ت في الشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي هو الوحده انا شيك Musik هو الوحد Campbell حتى لو هو في علاقة فهو الواحد في الوقت الحالي. اه نحتاج ان هو يفكر ان هو يضحط عن خضول ان هو يضحط عن توازن ان هو يضحط عن العجل بينك وبينه او المسوايا في الاخذ والعطى بينك وبينه فانا شايفة توقيت الشخص ده فيها بحث فيها بحثك من بسبب اه اه زي ما قلت اه ان هو قلبه موضوع او مقصول في الوقت الحالي او ان هو اه بسبب العلاقة فيها انقف كتير وعدم توازن ونشاكل وكده فالشخص ده بيدحث في وقت والحالي يتقطع وبحث عن حضول. اه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. اه اه زي ما قلت الشخص ده في نوايا محتاج ان هو يتشافى اه يعني الشفاء من الام كتير امر. يعني هو عنده التينف صوت. التينف صوت دي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو شكل كانت سلبي مقلم جدا. لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده اه لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده الم او مفيش بعد كده اه حاجة تاني هتحصل. اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الالم الكبيرة الفاضيعة اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم لها ونايم كده او ان الشخص ده اه خلاص اه كل الثيوف كده اخدها اه فيبتدي يقوم ويبدأ من قوم مديد. فانا شايفة الشخص ده فعلا اه بيدور على شفاء اه على توازن على اه اه يعني عدالة في الاخد وفي العطى. اه فهو هيقوم يعني هو عنده القوم هو يستشفي من وضع زي ده. اه بيفكر فيك جدا بشكل كبير شايف انك انت فرصة اه شايفك كمان الشخص ده اه غير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. شخص ده بيقضعك. يعني انت بالنسبة له اه اه مش اه اه شيء قيم مش معناها ان انت شيء. اه هو طبعا كلنا شيء يعني في القرآن موجود انه كلنا شيء. اه كمان هو شايف انك انت شخص اه اه يعني اساسي في حياته او انت شخص ذوقي مع في حياته. اه في النوايا اه فيه اصل او ممكن حافظ انك انت بتخبي عليه شيء. حافظ انك بتخبي عليه حاجة او حافظ انك اه شخص غامض وهو مش قادر اه اه يعرف حقيقة ان شعرت في جاهه. اه 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 دي رقبك الشخص ده في النوايا. في النوايا الشفاء. الشخص اللي محتاج يتخلص من اشياء سلبية كتير في حياته. اه وكنان اه محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك. في الفترة اللي جاية ممكن يبقي تلاقيه بيتجاهلك اه اه او تلاقيه ان هو اه شخص غامض. اه هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية اه في الوقت الحالي. اه لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لناسه الاول. او هو يزبط اموره الاول. وبعد كده اه يبتدي يتعامل معيك او يبتدي يتكلم معيك. اه ده اللي موجود في النوايا. اه الشخص ده في النوايا هو هيعمل كده في الاول. وممكن اثناء ما هو بيعمل كده انت تحس بيتجاهل اه من ناحيته. اه لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينكو. اه يعني انت كمان هتكون مواسق على العرض ان هو هيقوله لك ده. اه خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. اه متمسك بيك الشخص ده. اه وبيه رقبك. فيه مراقبة من لك او انت بترقبه اه لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف اه 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 الفضول او بهدف ان هو يشوف منك حاجة او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو اه بيشك سيها دي هل هي حقيقية او لا. اه هي دي طريقة المرقبة اللي انا شايفاها منه ديك في الوقت الحالي يعني. اه بيرقبك كده اه في السر اه للبعض. للبعض ممكن اه الشخص ده كان خرج من حياتك اه مدسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لاشخاص اه 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 لمساعدته اه اه وممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده نستني يشوف منك اه 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 يعني يعني اه اه جرين لايت او ضوء اخضر كده ان انت اه ان انت مستعد من هو يرجع لك تاني. اه دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حال يشوف المناسب ديه. اه لكن في كل الاحثال شايفاها متمسك ديك. اه شايفاها بيبص عليك. اه لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان يسيه بينكوا اقديمي. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. في بعضكم طبعا. اه فالخطوات القادمة الشخص ده هيبقى بيبص عليكو برقبك. في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وممكن ان يكون اه يتخفى في اه او اه او يعمل اكاونت فيك مثلا او يتخفى في اي حاجة او كده برقبك او يسأل اشخاص عنك. اه فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. اه ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متلسل بيك. ومع كده هو شايف ان فيه شيء دي هنا. ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. اه فيه عقد في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. اه فيه مشكلة في العلاقة دي. هو الشخص ده شايف. اه ده من ناحية خطوة. طيب اقول لكم اجابات ان لقيتها قبل ما نروح للاوتكم او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لانه اه ما نقدرش نتكلم عن مصير المطلق لان دي بقوات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك اه اه في الاسابيع القليلة للقادمة. اه لو انت تسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. اه 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 ممكن تكون اه بتشوك ان الشخص ده عنده طرف تالت او ان هو مش بيحبك او 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 او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبة لك. ما تكونش حاجة وحشة بالنسبة. اه كمان بيقول لك اه اه في طريقة تانية افضل او في حاجة تانية افضل. اه فانت شوف ايه اللي انت بتعلمه في الوقت الحالي فيه افضل منه. فيه حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده اه مش مناسب بالنسبة لك او شخص متعب بالنسبة لك او مش هتقدر تكمل ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففيه طريقة اكتر افضل من دي. بتقدر تدير بيها العلاقة سواء انت او الطرف اكتني. بيقول لك فيه شخص رجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بتكلم عنه ده. بيقول لك كمان سول ميت ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقع روحك. فيه كمان بيقول لك ان فيه عندك مشاكل من الطفولة او عندك مشاكل في الاعلى. بص اقلوك على حاجة بور جدا الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول بنختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانسين فصال احد الابوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العطسية في الوقت الحين. دي حاجة. الحاجة التانية. ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام وانت رازم تخليهم يسامحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة الاب والام والاخوات او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف ايه او فيه مشكلة تخص الاطفال او فيه حياتك العطسية تتأثر على اطفالك لو انت عندك اطفال. اه فخلي بيلك من ده. اه فانت حاول انك تتمن انك تشيل شقوق. ظنون اه او هين. اه الشخص ده بيقولولك ان هو صنيت. اه فيه عودة شخص من الماضي. شخص ده هو حبيبك. سعلا هو طوقب روحك. اه لكن انت فيه عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. اه طيب. اه لان كتير قبل يتكلمي عنهم. اه العمل فيه عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسم ييجي في حاجة. او مستني اه اه صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جاي لك ان شاء الله انت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خيس تقدم مرة او كده. فتعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. اه كمان بي. اه انت عندك اه مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبالك. اه لان انت اه يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. اه كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده. جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. اه بحيث انك الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. اه فجهز كل ورقك خليك يجهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جت في اي وقت مدرش من ايدك. لان زي موقت هيجي لك في صورة فرصة. اه لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى اه سيتك اه ووصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا لان انت هتكون اه اه واخد يعني بتعمل اه كزا حاجة تبقى مشهورة عند اه رؤسائك كمك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النحية العملية في كل الاحوال انا شايسها اه جيدة جدا. الصحة اه شايسة في الصحة اه اه في استقرار يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعض كم ممكن يستغسر العمليات تجميل او ممكن يكون شكله هيتغير في الصطرة دي للاحسن. اه ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم ويتحسن من جسمك لبعضكم ممكن محتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب اه تخنة او حاجة فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لضيط او لتخصيص بقية جانية يعني ففي حاجات تجميلية وفي اه شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى اه في اه طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او والشكل يا برج الدول. اه الاموال انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرض او فيه مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك ممكن من الاهل او اه في حاجة هتجيلك في البيت وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او اه في اموال انت طالبها عشان تعمل ديها حاجة اه كبيرة فسي حاجة هتديلك سواء كاردة او منحة او حاجة ازاي كده انك تغلب بيها حاجة تخط كده مشروع بيت في حاجة دي لا يعني مش حاجة عادية يعني فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي بالنسبة للعايزبين من برج الدلو انت بترقب شخص متحير جدا في الوقت الحالي متقلم تعبان نفسيا مش بتنين عندك ارق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي او تحدد الشخص بعد اي ممكن كانت تكون عندك اختيارات كتير لكن انت بس على شخص المعين مش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي وده تعبك قوي او بتفكر فيه شكل دير الشخص انت بتفكر فيه ده ممكن يكون ماشي وسابك من غير تباد او من غير ما يقول لك استقناء ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قالكش عليه الشخص ده لو هو ماشي وسابك فهو رجع تاني لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة وعاوز يحقق رضا عايز يعمل حالة من الرضا يعني الايتوف قاب ده وضع كويس لكن هو وضع فيه حاجة نقصة يعني الشخص يعني عايز كأنه عاوز يوصل للمين وفقبس او للتين وفقبس للسعادة الكاملة فهو الشخص ده رحل بسبب انه مفيش سعادة كاملة في العلاقة دي او شيء معين مفتقده في العلاقة دي كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع يعمل حاجة هو رايح يعمل حاجة وده يدين هو البعد ده مش تهيئ انت تعبان جدا تقطق سلبية او يا برج الدارو بالنسبة للعادلين وحيرة وقلق ودفكير وصغر وكده يعني تقطق دي كمان ممكن تأثر على الشخص التاني تأثر على العلاقة انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص ده بايد عنك وراح لعلاقة ثالثة وهو مفصول وشايف نفسه وكده انت بتقول لنفسك حاجات ممكن تكون غلط يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي بيقول لك اسأل يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي او الحالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده يعني اطلب المساعدة من حد اسأل حد ان هو يساعدك لان انت حالتك صعبة جدا فده جابت ان لقيك لك بالنسبة للحالة بتاعتك انت عندك شخص يخصه لاطفال ممكن عندك اطفال فيها علاقة فيها اطفال بياثروا على وضعك العاطفي او انت فيها عندك مشاكل تاني تلعبك مشاكل من الطفولة اه يا مرج الدمج انت انت حقيقي اه محتاج مساعدة من حد مختص في علوم الطاقة في الانبطار سايكولوجي اه محتاج حد متخصص ان هو يساعدك ان تحكي يعني انت تحكي له انه شكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او ايه اللي بيضايقك لانه انت محتاج حد يتعمك اه هو زيتك او هو نفسك لحس انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها واللي بتاثر على علاقاتك العاطفية لانك انت تشك في الشخص اللي قدامك او يكون عندك مشاكل اه بتاثر عليك اه كمان في الروانت انجر بيقولك ممكن للبعد بيكون فيه اطفال اه بتمنع اه يعني العلاقة دي انت عندك اطفال او هو عنده اطفال او فيه اطفال ما بينكو والاطفال وانتو مفاصلين والاطفال دول بياثروا عليك بالسلب اه يعني انت حاس انك زلمتهم او حاس ان الطرف الثاني زلمهم اه او انت عندك مشاكل من الطفولة يعني نستطفى ابدا ان كل كروت الاطفال دي بتطلع في القراءة كده يعني بالشكل ده اه وبتطلع عندك انت اه كمان بيقولك ان ده حب حقيقي وانه اه حبك الحقيقي ده محتاج منك انك اه تبزل مجهود علشان اه يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجاهه عشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح او عشان العلاقة دي تستمر فانت ما تستسلمش للطاقة التلبية او الاوهان او لكلام اشخاص ممكن يكون لبعضكم فيه حد بيقولك حاجة اه كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها اه ويفزل مجهود بحيث ان تنجح العلاقة دي العلاقة دي فيها اه فيها خير وفيها حب من الطرف التاني اه لكن فيها مشكلة فانتو حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي او تحلوها بشكل حقيقي لو انت خرجت النطاقة تنبس على مشكلتك من فوق لو انت مش قادر تتلجأ لشخص متخص في الوقت الحالي فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت اللي موجود فيها خلص واعتبر ان في حد بيحكيها لك وبص على المشكلة اه من فوق بحيث انك تقدر تشوف كل الجوانب تشوف وضعك انت سين ووضع الطرف التاني سين والاطفال دل وضعهم ايه او مشاكلك اللي من الطبطولة دي وضعها ايه هتقدر تحل بالشكل ده اه طاقة الشخص التاني فيها فيها بحث وفيها حلول وفيها اه بحث عن خلول طاقتك انت فيها استسلام فيها يعني صعد شوية تحاول تخرج من الطاقة دي عامل جدا وقلبي معيك وطبعا العود قام بتاع العلاقة او اللي جاي في العلاقة ايه اه اول كانت ينزل وده اللي مهم جدا نرسكت في قبل يعني عودة ومصلحة وحنين واشتياق بالدات لو انت علاقة قليمة او انتو وفيه بينكو اطفال او انتو علاقة مع بعض يبقى لكو فترة يبقى لكو اكتر من سنة كده ففيه عودة ومصلحة ومصرحة وهدية كمان واعتذار فيه حاجات كتير قوي فيه حنين واشتياق دي تعمل كلارفايل للكارت او توضيح للكارت فنزل باني استكسف قطر يعني للمرة التانية يحلين اشتياق في عودة 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 بازن الله الشخص ده بيفكر فيك بشكل متنري بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او ان انت ميشيت بيها متعلق بيك الشخص ده ممكن للبعض كان فيه بقى فيه ظروف مادية خليته ان هو ايه بعيدة عشان يحطي موضوع المادي او يعمل حاجة لكن الشخص ده راجع لك تاني ممكن متقلم بسبب ان انت بعيد عنه او هو بعيد عنك بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور لك بيبص عليها بيبص على حساباتك بيبص بيفكر ذكريات ما بين كل ان الفيكسو في قبص ده برضو كارت الحنين والذكريات وكده فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا 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 يعني القبص عنده كتير قوي فمصير العلاقة حلو قوي فيه عودة في عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي تكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها عنده مشاعر ليه قوية جدا ومفتقدك وفي البعد عنك حتى لو هو اللي بعيد فهو حاسس بيوته وحاسس بحضن وحاسس ان هو حد يعني مالوش حد مالوش حد غيره فأنا شايفة مشاعر قوية ومشاعر فيها احاسيس وحب وحنين وكده فحاولوا يا بورج دانو انكم الفيديو طويل بتاعبكم جدا يا رب اعرف حامله حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية وتخص التفولة تخص مشاعركم انتم مش طاقة سلبية خارجية على فكرة طاقة سلبية بداخلكو انتم يا بورج دانو حاولوا تعملوا شفاء تعملوا غيري حاولوا تغيروا مكان حاولوا تعودوا مع ناس تتكلموا ويش تتكلموا عن اصراكو او كده اا تتكلموا وتفتفضوا او تتكلموا في اي مواضيع تانية حاولوا تخرج من طاقة سلبية اا بالفيديو انتها وباشكركم المتابعة بورج دانو